موسيقى موسيقى هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل في كل مكان تتواصل الانطلاقات والتحديات في هذا الصباح في بداية صباحي هذا اليوم منطلق على بركة الله وحفظه هنا تنافسان آخر من الإثارة على أرضية هذا الميدان أنطلق الشوط الثامن والمخصص لتنافس الجعدان في هذه الانطلاق نتمنى للجميع التوفيق والنجاح مع انطلاقة هذه الأسماء المشاركة نبدأ مع الصدارة ونتقدم إلى المركز الأول هناك على بداية الانطلاق على مقدمة الشوط مبهر على المركز الأول خالد بن ثاني بن حارب الظاهري يقدم مبهر على المركز الأول بينما المركز الثاني القادم أيضا شعار محمد بن ثاني بن حبروت أهل اكتبه الواصل على ثاني المراكز في هذه الانطلاق هنا القادم على المركز الثاني أمغرني في ثاني المراكز الحاضر لمحمد بن ثاني بن حبروت أهل اكتبه بينما الدخول على المركز الثالث هذا هو القادم مشاهدين الكرام الواصل بهذه الانطلاقة والتحدي في ثالث المراكز الحاضر هناك من أبي حمد بن أخويت بن بخيت العامري القادم على المركز الثالث وفي المركز الرابع الحاضر مشاهدين الكرام هناك ربدان قانم بن حمد بن فهيال العامري على المركز الرابع بينما المركز الخامس الواصل الأسد سالم بن فريش العويسي يقدم لنا الأسد على المركز الخامس في هذه الانطلاق إذن هذه الأسماء المتقدمة مشاهدين ومتابعين الكرام الحاضرة أمامكم بهذا التقدم الجميل في هذا الحضور الرائع ولكن نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى تقدم مبهر من يبهر الجميع في بداية الانطلاق مبهر خالد من ثاني بن حارب الظاهري هو على المركز الأول يقدم مبهر على البداية الأولى ربدان يغير النتيجة إلى الصدارة وإلى البداية غانم بن حمد بن بيان العامري من ينتغل إلى المركز الأول هنا في هذه اللحظات المتميزة في هذا الصراع وبهذا النزاع ولكن تدخلت الأسماء الحضور من بقية الشعارات الوصول والتقدم في هذه الانطلاق هناك الحاضر من الواصل في هذا التواصل هنا مضمون محمد بن سعيد بن حمود الأعفاري القادم مع مضمون في هذه الانطلاق بينما المركز الثالث هنا شعار مطر بن محمد بن دحروي العامري القادم في هذه المنافسة مع سقي في هذا التحدي المثير ولكن القيادة والسيطرة الواضحة بقفضة الأسد مع الخمسمائة متر مع الخمسمائة متر الأخير الأسد على البداية الأول محمد بن جوعان بن مسعد العامري هو على المركز الأول في هذه الانطلاق التحدي الأخير الأمتار الأخير الأمتار الصعبة الأمتار الصعبة لمن الاتصار الأسد الأسد وهناك شعار بن دحروي قادم مع صغي على المركز الثاني ولكن الفوس مع الأسد حسم النتيجة مع هذا التدخل دهانين والنموس مشاهدين الكرام لمالك الأسد محمد بن جوعان بن مسعد العامري على هذا الفوس والانتصار المركز الثاني كان الوصول مع صغي بشعار مطر بن محمد العامري وفي المركز الثالث هل هناك مشاهدين الكرام اللي هو الأسد سالم بن فريش العويسي والرابع كان الوصول مع قزام لحشر بن سالم بن محمد أهلك عبيو في المركز الخامس كان الوصول أيضا مع مضمون محمد بن سعيد بن حمود الأعفاري تهانين النموس لمالك الأسد محمد بن جوعان بن مسعد العامري والتوقيت المتسجل أربع دقائق ثمانية وثلاثين ثانية ستة وستين جزء من الثانية هو التوقيت المتسجل في هذا الشهر تهانين والنموس